اجتمع مجلس الوزراء برئاسته صاحب الفخامة سيد رئيس الجمهورية محمد والشيخ الغزواني وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 137-99 الصادر بتاريخ الخامس عشر نوفمبر 1999 المنظم للعلاقات ما بين الإدارة ورابطات أباية تلاميذ والمحدد للنظام الأساسي النموذجي لهذه الرابطات يهدف مشروع المرسوم إلى ضمان إطار قانوني أفضل للعلاقات بين الإدارة وجمعيات أباية تلاميذ يشمل التوافق مع القانون التوجيهي 0-23-2023 المتعلق بإصلاح النظام التعليم مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عدد التلاميذ والمؤسسات والتنوع تدخلات الجمعيات والفراغ القانوني المتعلق بشروط تحديد العلاقة بين المدرس والتلميذ والإعانة المالية السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد الوطني للجمعيات وأولياء الأمور والشهاد الداعمة للجمعيات والمؤسسات مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار يدف مشروع المرسوم هذا إلى التجسيد توصيات المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار خاصة تلك التوصية المتعلقة بضرورة مراجعة نظام الوكالة وسير عملها حتى تتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليها في تنسيق وتمويل مشاريع البحث العلمي بما يضمن لها حكامة أفضل ويدعم الشفافية والمردودية والفاعلية في عملها إن الترتيبات الجديدة المقترحة لإعادة تنظيم وإصلاح الوكالة من بين أمور أخرى هي تعزيز دور مجلس إدارة إدخال المرونة اللازمة على الهيكلة الإدارية للوكالة لتمكين مجلس الإدارة بالقيام بمهام تسيير برامج الإرشاد الإرشاد العلمي ونشر العلوم والتقنيات والتشجيع الابتكار على المستوى المدرسي والمجتمعي وقدم وزير الداخلية والمركزية بيانا عن الحالة في الداخل وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج المكلف بالموريتانيين بالخارج بيانا حول الوضع الدوري وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات القصوصية التالية الوزارة الأولى المؤسسات العمومية المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة عضو ممثل لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي فاطمة صنب علي خلفا لسيدة خديجة كرديد وزارة الداخلية والمركزية ديوان الوزير المكلفون بمهام جلو عمد صنبا إداري بالوزارة حداد مبالي يترى إداري مساعد بالوزارة سي ممد كجل إداري بالوزارة مختار مبارك أحمد شيخ إداري مساعد حاكم بوقة سابقا محمد حرمة أحمد قاسم إداري حاكم غولي ينجا سابقا ذهبي سيد عالي عابدين إداري حاكم مقام سابقا سارة عبدالله سيدينة أبنو إداري مفتشة سابقا رقية بنت محمد عبدالله إداري مفتشة سابقا لا لا سيد محمد إداري مساعد حاكم مساعد لكسر سابقا الشيخ محمد لمين والأحمد إداري عقدوي بالوزارة محمد لمين الحسين الطبيب عفوا محمد لمين الحسين الطيب إداري مساعد ملحق بالديوان سابقا محمد لمين والمحمد المامي والسعيد إداري بوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة مدير الدوائر الإدارية والشؤون القانونية بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا الطالب أحمد محمد ألمين إداري عقدوي رئيس مركز جوناب الإداري سابقا المستشارون مستشارون فني مكلف بترقية الديمقراطية زايد ولمحاند مبارك إداري ملحق بالدوان سابقا مستشارة فنية مكلفة بالهجرة واللاجئين سعاد جانغونجاي إداري المدير العامة المساعدة للإدارة الإقليمية سابقا مستشارة فنية مكلفة بعصرنة العمل الإقليمي بوبا العزيزة محمد بولي إداري مديرة الحدود والشؤون العقارية بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا الملحقون بالدوان أحمد إبراهيم السيد إداري عقدوي حاكم مساعد كيهيدي سابقا إبراهيم ولسيد أحمد ولكليب إداري رئيس مركز لحرج الإداري سابقا محمد لمين إبراهيم فال إداري بالوزارة القطب والمحمد المختار والروحة إداري بالوزارة المفتشية الداخلية المفتشون محمد الكوري علي بوميجة محر الإدارة عامة مستشار والي نواشوط الشمالية للشؤون الإدارية والقانونية سابقا والبتار والدلال محر الإدارة عامة مستشار والي شيري للشؤون السياسية والاجتماعية سابقا عشت تأمد جلو إداري مساعد حاكم مساعد دار النعيم سابقا مكرثوم منت عابدين إداري مساعد حاكم مساعد تجونين سابقا محمد عيسى وللناجي إداري مساعد حاكم مساعد باسكنو سابقا يسلم وللطالب إداري عقدوي حاكم مساعد عد البقر سابقا محمد مولايحمد بو شيلول إداري عقدوي من عام المجلس الجهوي للحوض الغربي سابقا عبدالله محمد لمانا إداري عقدوي بالوزارة أمدو تي جانجينج إداري عقدوي بالوزارة الإدارة المركزية المديري العام للمجموعات الإقليمية المدير العام أحمدو والعبدالله إداري بالوزارة سابقا المديري العام للإدارة الإقليمية المدير العام المساعدة عيشت محمد والإسباعي إدارية مديرته تحسين الخبرة والاتصالات الإدارية بالإدارة الإقليمية سابقا مدير الدوائر الإدارية والشؤون القانونية عالي الحسين إداري أمين عامل مجلس الجهوي لتقاند سابقا مدير الحدود والشؤون العقارية عبدالله والمحمد عبدالرحمن إداري أمين عامل مجلس الجهوي لترارز سابقا مديرة تحسين الخبرة والاتصالات الإدارية أمينت محمد والكويري إداري وهي مديرة الشبكات المعلوماتية والاتصال بالمديرية العامة للنظوم المعلومات والاتصال سابقا المديري العامة لنظوم المعلومات والاتصال مدير نظوم المعلومات محمد لمين أحمد لمين حاصل على شهادة الماستر في الشبكات والأنظمة الموزعة رئيس مصلحة بالمديري العامة لنظوم المعلومات والاتصال سابقا مديرة الشبكات المعلوماتية والاتصال منين الشيخ الولي مهندسة في المعلوماتية رئيسة مصلحة بالمديري العامة لنظوم المعلومات والاتصالات سابقا مديرية التعاون والدراسات والبرمجة المدير المساعدة وفا محمد يحيى إدارية عقدوية بالوزارة الإدارة الإقليمية ولاية الحوض الشرقية الوالي المساعد محمد عبد الرحمن واللحمة الدادة إداري مساعد مدير ديوان والي الحوض الشرقي سابقا مدير ديوان سيدي محمد والمحمد عبد الله إداري مستشار والي إنشيري المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية سابقا مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية شيخنا سيد محمد بريها إداري عقدوي أمين عام بلدية طويل سابقا مستشار الوالي الشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية أبو سيدي ويلي إداري مندوب لا مركزية بالحوض الغربي سابقا حاكم مساعد النعمة النهاء سيد المختار المصطف إداري عقدوي أمين عام مقاطعة الطينطان سابقا حاكم باسكنو أحمد محمود محمد المامي النيسان إداري مساعد حاكم بان سابقا حاكم مساعد باسكنو الحاج عالي سيدي محمود محرر إدارة عامة أمين عام مقاطعة كيهيده سابقا حاكم جيغني محمد أمدو جاء إداري مساعد حاكم كيفا سابقا حاكم عد البقر محفوظ أبو حدمين إداري ولي مساعد الحوض الشرقي سابقا حاكم مساعد عد البقر أبو بكر أمدو جاو إداري مساعد حاكم مساعد بيرو مقرين سابقا رئيس مركز بوسطيل الإداري بنيو أحمد بنان إداري مساعد رئيس مركز دار البركة الإداري سابقا حاكم مساعد أمرج بابانا قواد محمود إداري من دوب لا مركزية بتقاند سابقا ولاية الحوض الغربي مدير الديوان أحمد جدو للشيخ الطلبة إداري مستشار والي العصابة للشؤون السياسية والاجتماعية سابقا المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية محمد فال إشماتة إداري بوكالة سجل السكان والوذائق المؤمنة إطار بالوزارة سابقا حاكم تامشكط محمد سيدي باقيلي إداري حاكم أطار سابقا حاكم مساعد الطنطان إسحاق والأحمد والحمود إداري حاكم مساعد أمرج سابقا ولاية العصابة مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية مربيه والأحمد والعابدين إداري مستشار والي الحوض الشرقي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية سابقا حاكم كيفا محمد الحسين الجاه إداري حاكم جيغاني سابقا ولاية قرقلة المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية أحمد جدو محمد محمود الطالب أحمد إداري أمين عامي بلدية عرفات سابقا المستشار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية يحيى سيدي محمود عبدالله إداري مساعد بالوزارة حاكم كيهيدي محمد سالم أحمد بلل إداري عقدوي حاكم باسكنو سابقا حاكم مساعد كيهيدي سيدي محمد جدنة إداري عقدوي بالوزارة حاكم مقامة خطاري والسيدي محمد إداري حاكم بن شاب سابقا ولاية البراكنا حاكم بابب اليزيد مولاي رشيد إداري مستشار والي ترارز المكلف في الشؤون السياسية والاجتماعية سابقا حاكم من بن محمد جدو العيل إداري مستشار والي قرقل المكلف في الشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية سابقا حاكم بوكة زين العابدين والشيخ إداري حاكم عد البقر سابقا رئيس مركز إدار البركة الإداري با ألفا إبراهيمة محرر إدارة عامة رئيس مركز بوسطيل الإداري سابقا رئيس مركز جوناب الإداري خاليد ونجاي إداري مساعد حاكم مساعد أطار سابقا ولاية ترزا مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية محمد عبدالله محمد الإمام إداري عقدوي بالوزارة حاكم مساعد تيكان الحسين والمحمد السالك والهيدالة محرر إدارة عامة من دوب لمركزية بنواقشوط الجنوبية سابقا ولاية وادرار مدير الدوان العالم واللشمدة إداري عقدوي مستشار والي الحوض الشرقي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية سابقا حاكم أطار مولاي إسماعيل المرتجى إداري مساعد حاكم تام شكط سابقا حاكم مساعد أطار الوالد جمال الدين الفروة إداري عقدوي رئيس مركز تيرجنت الإداري محمد والسيدي إداري رئيس مركز الرشيد الإداري سابقا ولاية داخلة وديبو حاكم الشامي محمد فال لبات أحمد فال إداري مساعد مستشار والي قرغل المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية سابقا رئيس مركز وامغار الإداري عبداللهي ألاصان التيم عقيد رئيس مركز إنالي الإداري محمد لمين محمد المامي حميدي مقدم ولاية متكانت الوالي المساعد محمد عبدالله يسلم حبيب إداري مدير ديواني والي إنشيري سابقا حاكم مساعدة جججة ختار أحمد سالم الكيحي الإداري عقدوي بالوزارة رئيس مركز الرشيد الإداري محمد علي كوليبالي إداري مساعد حاكم مساعد الطنطان سابقا ولاية وقي دماغة الوالي المساعد محمد العربي والمحمد إداري مساعد مكلف بمهمة بدواني الوزير سابقا حاكم وليجة محمد الشيخ والعلي إداري مساعد مستشار والي الغربية المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية سابقا حاكم ومبو المامي سيد أحمد محمود إداري بالوزارة رئيس مركز الإحراج الإداري محمد ولياداهي محرر إدارة عامة رئيس مركز تيرغنت الإداري سابقا رئيس مركز قرير إداري ناجد تيرغزي إداري عقدوي بالوزارة ولاية تيرزمور حاكم وزولات محمد محمود سيدي محمد إداري حاكم مشتامي سابقا حاكم بيرم مقرين محمد السالك محمود عقيد حاكم مساعد بيرم مقرين محمد تقي الله محمد محمود صبار محرر إدارة عامة بالوزارة ولاية وينشيري مدير ديواني الوالي سيد أحمد والمحمد لمين إداري مساعد مدير ديواني والي أدلال سابقا المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية محمد باباهم التالي إداري رئيس مركز قرير الإداري سابقا المستشار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية أحمد محمود بابا إداري مستشار والي الحوض الغربي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية سابقا حاكم جوجة محمد فالو وللبو إداري مكلف بمهمة بديواني الوزير سابقا حاكم الشامي محمد محمود عبدالله إداري مساعد حاكم زورات سابقا ولاية المشروط الغربية المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية عاتك الطالب محمد جدنة إداري مساعد مستشارة والي الشمالية المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية سابقا حاكم تبرغ زينة شغالي من تحمدناه إدارية بوزارة الداخلية المدير المساعد للتعاون والدراسات والبرمجة سابقا حاكم مساعد دكسر لالا محمد عبدالله إداري مساعد حاكم مساعد السبخة سابقا حاكم مساعد السبخة إبراهيم أحمد تاشفين إداري مساعد أمين وعامي مقاطعة كرمسين سابقا ولاية واشوط الشمالية الوالي المساعد محمد محمود شيخنة إداري مدير وديواني والي الحوض الغربي سابقا المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية سيد محمد محمد علي سويلم إداري والي مساعد جدي ماغا سابقا المستشار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية زينب المصطفى إداري حاكم مساعد تفرغ زينة سابقا حاكم مساعد دار نعيم سيد محمد والأحمد دامو إداري عقدوي أمين عام مقاطعة التجونين سابقا حاكم مساعد تجونين محمدي الشيخ أحمد أحمد فال محرر إدارة العامة حاكم مساعد تيكان سابقا وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ديوان الوزير مكلف بمهمة ديدة والطالب علي حاصل على شهادة الماستر في الحضارة وزارة المالية ديوان الوزير المفاتش العام للمالية محمد محمود والعبدالله رئيس قطاع تصديق الوثائق بالوكالة الوطنية للسجل السكان والوثائق المؤمنة سابقا بالإدارة المركزية مديرية الوحدة المختلطة المدير التار والأستاذ المصطفى مستشار وزير المالية سابقا وزارة التهديب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ديوان الوزير المستشار المكلف بالتعليم الثانوي لمرابط والهم أستاذ ملحق في الديوان سابقا المؤسسات العمومية مدرسة تكوين المعلمين بن واشوط المدير المساعد جدو الشيخ سيد أحمد معلم رئيسي مدرسة تكوين المعلمين بكيفة المدير المساعد محمد أحمد محمد محمد محمود صبار أستاذ وزارة الوظيفة العمومية والعمل ديوان الوزير مكلف بمهمة سيد عمر شيخنا حاصل على دكتورة في العلوم السياسية وزارة البترولي والطاقة والمعادن المؤسسات العمومية الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية المدير المساعد محفوظ الطالب الجيد شهادة الدراسات المعمقة في الجيولوجيا وزارة التنمية الحيوانية لدارة المركزية مديرية الاستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم المدير المساعد شريف محمد محمود سيد المختار حاصل على شهادة المواصد الثنين في القانون خلفا للشيخ والصنبة الأمانة العامة للحكومة لدارة المركزية المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية مديرية الرقابة القانونية المدير عبد الرحمن محمد عبدالله المصدف نفس المنصب سابقا مديرية الدراسات والتوثيق القانونية المدير عبدالله والأحمد فال نفس المنصب سابقا مديرية ترجمة المدير عبدالله والمحمد والسيدينة نفس المنصب سابقا مديرية نشر الجريدة الرسمية المدير محمد وللبو نفس المنصب سابقا المديرية العامة لتنسيق العمل الحكومي المدير العام المساعد محمد محمود ولل مصطفى بن إيجارة حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الإدارة والتسيير العمومي مدير تنظيم نشاط العمل الحكومي سابقا مدرية تنظيم العمل الحكومي المدير محمد محمود ولل مصطفى رئيس مكتب التنسيق بنفس المديرية سابقا